رفع المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية خالص التهاني والتبركات إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى العائلة المالكة الكريمة وحكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسبع عشر من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى السادسة والأربعين انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى الثامنة عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وفي جلسته الاعتيادية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وبحضور معه للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب الرئيس استذكر المجلس بخالص التقدير والامتنان دور شهداء البحرين وتضحياتهم الوطنية الكبيرة في سبيل أمن البلاد واستقرارها ونمائها مؤكدا أن الاحتفاء بالشهداء واجب وطني وأخلاقي لترسيخ قيم التضحية والوفاء وفي سياق آخر أكد المجلس أن قضية فلسطين المحتلة كانت ولا تزال هي القضية الرئيسية التي تشكل القضية الأولى والهاجسة الأكبر للأمتين العربية والإسلامية مستنكرا قرار الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للاحتلال الإسرائيلي داعيا الدول العربية والإسلامية وجميع الدول التي تناصر الحق والقضايا العادلة إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه للعودة إلى أرضه وتمكنه من استعادة حقوقه المشروعة وأراضيه المحتلة وندد المجلس في هذا الصدد باستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لسياساته القمعية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وجرائمه المستمرة القائمة على القتل والحصار والاستيطان شاجبا في الوقت نفسه المخططات الإسرائيلية العنصرية التي تقوم على فرض واقع جديد لتغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وفي موضوع آخر دان المجلس بأشد عبارات الاستنكار الهجوم الإرهابية المسلح الذي استهدف المصلين الآمنين في مسجد الروضة في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة واعتبر المجلس أن الإرهاب اليوم بات هاجزا للعالم كله ما يستلزم أن يقف الجميع صفا واحدا لمواجهته بمختلف الوسائل بما يجنب العالم شروره التي طالت كل شيء وانتهكت جميع الحرمات والمقدسات ودعا المجلس إلى مراجعة الخطاب الديني وتنقيته مما يشوبه من الأفكار الدخيلة والأفهام المغلوطة وذلك بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى الثابت الصحيح من سنة النبي الكريم منوها في هذا الصدد بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف ومقره المدينة المنورة بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر